انا اخترنج بالذات علشان احنا عارفين انت من اكتر الناس اللي بتحب تساعد الناس فخلينا في البداية كده نعرف مين هو الكاسيب وليه كاسيب ماشي الكاسيب ده واحد اسمه محمود علاق الدين بتدى حياته في البيزنس او في حب التجارة والاعمال مال والاعمال من هو سنه صغير قوي طول عمره عنده حلم وهدف انه عايز يصنع مجد وكيان بنفسه مقتنع بمبدأ ان سداد فطورة الفشل والفقل والفقر بتاعك كل واحد بيوريسها غزبا عنه حتى من جزء معين من قصرتك ولكن انت مش ملزم تديها لأحفادك ولا لأولادك انت تقدر تبقى قادر على انك تسددها بنفسك عن طريق انك تضحي وتبني نفسك وتصنع مجدك بذاتك الفطورة دي مشكلتها ان في مجتمعاتنا العربية او في المجتمعات العالم الثالث بتبقى متوارسة كتير قوي بتبقى غزبا عنك اتولدت في مناخ وفي ظروف مش احسن حاجة ولكن انت في ايدك انك تغيرها معظم الناس بتستسلم بسبب انها ما عندهاش من المقومات ولا من العزيمة والارادة انها تبقى قادرة على انها تدفع تمن الفطورة دي وتفهم يعني ايه تضحية وتفهم يعني ايه انا محتاج اشتغل على نفسي محتاج اعمل حاجات مختلفة عن غيري محتاج اصنع واحد عنده قدرات مش موجود عند الاهالي اللي تورسوا للفطورة دي فلما فهمت المعنى الحقيقي للحياة المعنى الحقيقي للنجاح ابتديت اgeschق قداب نفسي على الارض الواقع فاروحت درسته وبعد ما درسته ابتديت انفزه على الارض الواقع وبعدين ابتديت افهم ان النجاح معادلة ان المكسب معادلة ان الفلوس معادلة فبقيت معادلة ازاي تكسب بقت هيك كالسيب فمنها بقيت عايز افهم الناس ازاي تبقى كالسيب كالسيب في ايه حاجة مش عشرة ان انت تعمل مشروعك على فكرة. كسيب في ان انت ازاي تبقى انسان نجح في حياتك الشخصية. كسيب في انك نجح في علاقاتك مع الناس. شرط كسيب علشان تكسب خلوس. لا مش شرط خالص لان المكسب على فكرة مكسب وقت. مكسب حرية. مكسب علاقات. مكسب اموال. مكسب تحقيق ذات. مكسب استكرار وراحت بال. الكسيب هو مفهوم شامل. انك ازاي تبقى محقق مكاسب في حياتك حتى بتلاقي في الحروب يقولك ايه حققت الكوات الكزا مكاسب في مرحلتها الاولى دايما المكاسب بتعبر عن اشياء مربوطة بالاهداف اللي انت حاططها فلو هدف في المرحلة دي في ناس كتير بتبقى خلاص عملة الفلوس بس عايزة تكسب في حاجات تانية في الحياة لانها مش بالنسبالها دلوقتي المكسب بقى في الفلوس فالمكسب ممكن يبقى اشياء عدة في الحياة من هنا جات الفكرة عشان كده بتدت افكر في الموضوع ان انا ازاي وصل رسالتي بقى دي للناس واحاول بعد ما بتوصل وبتنجح الناس كتير بتبقى بتبقى نوع من الانواع الانانية تجاه نفسها مفيش كتير بيبقى بيفكر ازاي عايز يدي لغيره ولكن بتلاقي مليارديرات في العالم بعد ما يبقى له صروات كبيرة جدا تلاقيهم بيتبرعها بجزء كبير من صروتهم للأعمال الخيرية لانا بيكتشفوا ان المتعة في الحياة بتيجي عن طريق انك تدي للناس وترجع لهم تاني فبترجع لهم علم بترجع لهم طريقة للنجاح بترجع لهم فلوس بترجع لهم فاليو او قيمة في الاخر كل ما اديت للناس اكتر كل ما بقيت كسيب اكتر لان انت بقيت بتكسب ثقة الناس ونظرتهم ليك ويبصلك على ان انت واحد قدوة واحد زو قيمة هما نفسهم يبقوا زيها واحد حاجة في الدنيا انك تسيب لأسرتك والمجدك قيمة ليست بس فقط المال ولكن ريل فاليو فكونك انسان ليك معنى مختلف تماما عن بقية الناس التقليدية الطبيعية يعني هو ده الفكرة بكل اختصار اشتركوا في القناة